تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زيدر انهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من كمال هارس نائبتي رئيس الولايات المتحدة الامريكية بحث خلاله الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ونائبة رئيس الامريكي اولوية العمل على وقف تدهور الاوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية ارواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب ايصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشان كما تطرق الاتصال الى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة ويجنبها اتساع دائرة العنف مزيدا من الأزمات موسيقى موسيقى